اهلا يا شباب طبعا عارفيني انا فشران الهبيت وطبعا مصر كلها عارفة ان جوارديولا موجود في مصر جوارديولا ده مدرب عظيم بس طبعا مش عارفين هو موجود في مصر ليه واحد بيقول لي موجود في مصر عشان ينشط السياحة دي وزارة السياحة نفسها مش عارفة جوارديولا موجود في مصر ليه بس انا هقول لكم بقى هو موجود في مصر ليه جوارديولا موجود في مصر عشان يضرب النادي الاهل الله طب والنادي الاهل ما اعلنش ليه ما اعلنش عشان خايفين من اخينا اياه اللي بيعمل اي حاجة في اي حاجة عارفينه مين طبعا مش لازم اقول عشان ما يرفعش علينا قضية طيب وهو جاي في السر ليه بيجاي في السر عشان اول ما يخلصوا العقل يعلنوا واحد هيقول لي طب انت عرفت منين هقول له انا فاشران الهبين باعرف كل حاجة من قبل ما تتعرف وعموما لو مضاش العقل يبقى فيه انا واحد بقى فالحوس كده هيطلع ويقول لي يعني جوارديولا بعد ما اضرب اكبر الفلاء العالمية هيجي يضرب الاهلي اقول له اه طبعا ما هو الاهلي برضو فريق العالمي اهو واحد تاني قال لي بقى طب ايه طب ما هو الفريق العالمي ده اتغلب خمسة صفر من سان داونز اقول له ايه يعني مريال مازريت اتغلبت قبل كده من برشيونة ستة وبرشيونة اتغلبت من مريال مازريت ستة يعني ادام فريق العالمي لازم يتغلب بالخمسة والستة واحد بيقول لي يعني ايه فيها انا فيها انا يعني مسلا هو طلب عشرة الاهلي لا قال له تسعة ونص اختلفوا او اخينا اياه عرف وهددوا انه يطلع سيدي اهو بقى هنشوف الاهب اللي جاية ايه اللي هيحصل وانا معاكم اشتركوا بقى معانا في القناة عشان تعرفوا اخر الاحداث وتعرفوا اخر هاب ده كمان سلام هاب ده اشتركوا في القناة عشان ابرخي يا bunétaitر scenes شكرا